اشتركوا في القناة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا ايها الاخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم صورتي في الجوال يعني ايه مثلا اشوف نفسي في المنام وافتح الموبايل الاقي صورتي في الموبايل ايه ده؟ معناه ايه؟ يعني ايه الاقي صورتي في الموبايل؟ بالنسبة للشاب الغير متزوج حينما يرى هذه الرؤية اذا شاهد صورته في الجوال هذه بشارة له بالزواج وطبعا الكلام بالنسبة للشاب بالاعزاب نفس الكلام بالنسبة للبنت العزباء لكن انا حابب اتكلم بالتفصيل لو انه مثلا شاف ان صورته جميلة جدا هذه الرؤية تدل على انه شخص سوف ينال سعادة في الفترة القادمة وعلى انه شخصية مكتهدة بيحاول انه هو يصل الى ما يريد وسوف يصل باذن الله بناء على ان صورته في الموبايل شكلها جميل وطبعا احيانا من الممكن تدل هذه الرؤية على انه سوف يخطب بنت جميلة او فتاة صالحة باذن الله تبارك وتعالى طب لو رأى الشاب انه رأى صورته مع خطيباته في الجوال طبعا ده شاب خطب في الحقيقة لو شاف هذا المنظر هذه الرؤية تدل على السعادة القادمة له مع خطيباته وان هذا الزواج سوف يتم بالنجاح ان شاء الله تبارك وتعالى وحتى لو كان في خلاف موجود ما بينهم في الحقيقة فسوف يزول هذا الخلاف ان شاء الله تبارك وتعالى طيب حينما يرى الرجل المتزوج صورته في الهاتف فهذه الرؤية جميلة جدا تدل على ان من حوله يكنون له الاحترام والتقدير من اصدقائه ان شاء الله وحيانا تدل هذه الرؤية لرجل المتزوج على مدى الدعم والمساندة الذي سوف يلقاه من المحيطين به ان شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة لقضية الرجل حينما يرى على الجوال احد خصومه شخص متخاصم معه هذه الرؤية تدل على الصلح بينهما ان شاء الله تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته